أكد منسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي مكدوليرك أنه من المستحيل حماية المدنيين في حالة حدوث هجمات برية في رفح بسبب الكثافة السكانية غير المسبوقة استشدد المسؤول الأممي على الحاجة الملحة لإدخال الوقود والمولدات وقطع الغيار لتحسين توفير المياه مشيرا إلى أن محطة تحلية المياه بجنوب غزة تعمل فقط بما يصل إلى 15% من طاقتها الأصلية